اشتركوا في القناة وما أمكن أن صوتهم يوصل إلى كل من يعنيه الأمر فقط نذكر بأن هذه الأسبوع فتحنا فيها العديد من الملفات وتتمنى أنه يكون موفقين في فتح الملفات التي فتحناها إذن يوم الاثنين سوف نفتحه في التواصل معكم مستمعين الكرام على أرقبنا الهاتفية وبقى غدا غدا اللي غدا يكون فيها كيف ما هو العادة كل يوم جمعة نشعل شمعة الأمل نبعث روح الأمل عند كل المغرب وكل المستمعين باش يثابروا وباش يكون عندهم أمل أنهم يسعوا إلى الأفضل ماشي كحلة ماشي زحلة أبدا كينما يدير ممكن نبدلوا حياتنا ممكن نبدلوا غيروا مصيرنا إذا شئنا ذلك ولهذا تخصصنا كل يوم الجمعة لما سميناه بشمعة الأمل لنشعلها لأنه علاش سميت هاد الكل جمعة شمعة الأمل انطلاقا من المثل الذي يقول عوضة أن تظل تشكي الظلام أشعل شمعة فنهار شمعة إن شاء الله سيكون معنا ضيف عبر الهاتف شاب مغربي لتوى بحل أغلب شباب المغرب لفقد الأمل ودخلوا اليأس وقال بأنه الفرصة ما كناش في هذه البلاد هذه وتحس بأنه ضاع ولكن هذا الشاب هذا تدارك الأمور تهواء وفي العوض ما يوقف فرس الدرب ويبقى يضرب الأخماس في الأزاس ويبقى يشكي ويبكي خلق الفرصة ما تعطيتوش الفرصة فهو خلقه ومن اللي خلقه دار واحد شركة تبارك الله ومشافيها مزيان شاب للساطع أنه يربح الرهان وبالفعل أشعل شمعة الأمل في حياتي وكسر ظلامة اليأس يوم الجمعة إن شاء الله إذن يوم الاثنين كنا مع ملف علامات تشوير واخدنا موقع من المواقع اللي كنا في منطقة بني بن لالة هو عابر عن طريق شارع محمد السادس شارع كبير اللي تدي المراكش تدوز منه الحفلات تدوز منه الشاحنات كنا المحطة الطرقية ما إلى آخره فهذا الشارع هذا للأسف تتواجدو بثلاثة ديال مجموعات أو ثلاثة ديال المدارس التعليمية تخيلوا معي ثلاثة ديال المدارس التعليمية بما فيها مدرسة ابتدائية يعني الوليدات الصغار وطريق رئيسية تدي وتجيب تدي المراكش فيها الحفلات فيها الكاميوات فيها الطاكسيات فيها الطموبيلات فيها كشولة أكتر كنا محطة ما وما فيهاش علامات تشوير وما فيهاش دوك المخففات السرعة اللي تنسميهم لدودان ما كانت تشي حاجة اللي تدقل بأن ركينا مدرسة والوليدات تقطعوا تمامايا والشارع خطير وحواديت سير كثيرة تمامايا تكلمنا على هذا الملف هذا كيف أن المؤسسات ديال المنتخبين المنتخبين المجالس المنتخبة كيف أن لا تستطع تدبير هذا الملف البسيط في عمقه هو علامة شوير أوليدو دان واخدينا هذا الملف بتفصيل وتكلمنا على الكونكاسر اللي كانت محطوطة والسطريق تكلمنا على الاستيطار وكيف يقول الاستيطار وتكلمنا هذا شيء تكلمنا بمتدخلين مش يتكلمنا احنا فقط بمتدخلين من عين المكان من هناك وتكلمنا على عامل إقليم الرحامنا اللي رفعنا لي القبعة أو قلنا برافو 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 لماذا؟ لأن عامل إقليم الرحامنا أول واحد ربما حسب علمي أول واحد من رجال السلطة العمومية اللي تدير ليقات وتهز ميكو وتمشي يجمع الزبل في الزنقة هو عامل إقليم الرحامنا دير ليقات وميكا ومشي يجمع الزبل في الزنقة عامل ما سهلاش ما سهلاش جميل هاتش تعطينا الأمل على أن كل الخير وعلى أنه ممكن زيده القدام وعلى أنه ماشي كل شي خيب وعلى أنه هناك من يزرع الأمل في هذا المغرب وهناك من يريد الإصلاح في هذا المغرب إذن شكرا عامل إقليم الرحامنا برافو عامل إقليم الرحامنا نرفع لك القبعة على هذه البادرة اللي تنتمنوا أنها تكون بادرة مشجعة لكل من هو في موقعك أو في مثل مركزك وكذلك للمواطنين ودى يعني تالمواطن من اللي غادي شوف العامل هزمي كوتي جمع الزبل في الزنقة بيدو غادي 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 تحمس كومكوا تآنا نجمع الزبل تآنا ننظف الشارع العام ثم في يوم الثلاثة كان عدنا ملف تخيل وتخيل جدا نخذينا بالتفاصيل اللي هو ملف 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 ديال 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 اتفاقية إطار تم توقيعها ابن ملال هي سابقة من نوعها في كل مناطق المغرب أول جهة الدير هذه الاتفاقية ديال تربوية تعليمية محضة بواحد البيتجي كبير وكبير بالزاف اللي وصل ما يقارب المليار وثمانمية مليون ديال الدرهم اتفاقية سينها السيد الوزير سيأم زازي إلى جانب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سيم صفا سليفاني إلى جانب رئيس جهة ابن ملال الخنفرة هي واحد الاتفاقية اللي تكلمنا عليها ودققنا فيها وحطنا من جميع الزوايا والجوانب من خلال الضيوف اللي كانوا معنا نهارت لين وسمعتوا الحلقة والحمد لله الحلقة دارت صدى كبير كبير وطيب جدا لدى المتتبع الرأي العام وكذلك لدى المسؤولين اللي نوهوا كثيرا من خلال رسائل اللي وصلتني نوهوا بالحلقة والحلقة كان فيها كما تبعتوا مصطفى سليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة ابن ملال الخنفرة وكان معنا عبد الله العلام النائب الثاني لرأيه جهة ابن ملال أخنفرة منعنا هذه الاتفاقية الكبيرة والضخمة واحدنا بجميع الجوانب اللي أكد لنا فيها عبد الله العلام بأن صانع هذه الاتفاقية واللي وضع هذه الاتفاقية واللي خلق هذه الاتفاقية هو الوالي السابق عبد السلام بيكرات اللي بمجرد ما تعين في منصب تعينه كوالي جهة ابن ملال الخنفرة فيما سابق مجرد مرحل وزير الداخلية الافتيت أرجع عبد السلام بيكرات أجمع الناس المسؤولين منهم مدير الأكاديمية جهوية للتربية والتكوين مصطفى سليفاني على أساس أنهم يشوفوا شيء مخرج للرقي بالتعليم بجهة ابن ملال الخنفرة برافو ميلف كنا تكلمنا فيه بتدقيق وتفصيل يوم الأربعة يعني البارح تكلمنا على ميلف مهم جدا وكان حاضر معنا فيه كذلك من ضيوف شتيوي فؤاد لو عضو المجلس الوطني للنقبة الوطنية للصحة تابع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وكان معنا مرزق فتاح طبيب بالقطع الخاص وفاعل جمعوي وكان معنا حسن الصمدي فاعل سياسي بمنطقة الحي الحسني وتكلمنا على داء السل ودقينا نقوس الخطر وقلنا تداركوا الأمر قبل ما يفوت الأوان قبل ما نريحه ونديره إيد على إيده وندون تحسره الحمد لله حالات السل هي محدودة ومضبوطة وتتم متابعتها ولكن كان عوامل بيئية اللي ممكن أنها تشجع وتخلي انتشار داء السل في منطقة الضربدة بشكل مهول أقول ممكن باش المغاربة ما يتخلعوش ره ماشي كان حالة طوارئ لا أرى محدود العداد مضبوط متحكم فيه وكان المتابعة الطبية ما كانش مشكين ما تخافوش ولكن نحن نقول في إطار حملة السباقية وتحسيس السباقية لا بغينا نسميه تنقول الناس المسؤولين والمسؤولية مشتركة لأن بيئة غير سليمة للعيش لأن بيئة غير سليمة للعيش ممكن تكون مرتعة لتفشي داء السل القاتل داء السل تقتل داء السل لما كانش المتابعة الطبية تقتل وحتى المتابعة الطبية ره طويلة ره ستمشي ستشهر ره كلي ستمشي للعام تخيل معي ستشهر ونت تتدي المتابعة الطبية ناهيك على الكلفة المالية إذن نحن في العود نحن نطح في هذا المطب داء المتابعة الطبية ستشهر وعام نحن نطح في هذا المطب داء التفشي والأخطر ما هو في داء السل هو أنه تعادي عبر التنفس الأخطر ما كان في داء السل هو أنه دياغنوديك ديللو مشي كل شي تدلو مشي مشي أي واحد حبي حسب شي حاجة غض يمشي على الطبيع كاللي تبقى مريح تشرف في الليمون تيقول لك رأالبرد ويقدر يكون فيه هو السل وبارك تشرف في الليمون وتيعادي في الناس يقدر يكون فيه مرض السل وبارك تشرف سكنجبير مع الموت يقول لك نالاء volta وهو بارك تيعادي في عباد الله طلع في الطبس غايعادي عباد الله دخلتش بلاسة غادي عادي عباد الله ريح في قاوة غادي عادي عباد الله والسلطنت ضعوا على هذه الأمور كاملة من خلال الضيوف ووجهنا الرسالة إلى كل المسؤولين للمتخابين للسلطة العمومية في مدينة الضربية باش نقوله اليوم نقيوا نقيوا لأزبال المتراكمة الكلاب الضالة هذيك الكرة دي السدادر ودقينا نقص الخطر للسلطات المحلية احنا تنبلغوا الرسالة قلنا لهم رالي ساسفة ارا فيها اتشار Libr啊 وقفنا عليه يفعله ما تواجهنا هنا من الفراغ رالي ساسفة في الي سيلان الديرة الفوضي للسلطة العامة من المجرب كالسدارية لم يجب طبيعة من الدور ولا تتكيرى بعشرين الدرامو في الليلة تخيل مع يسلط السمنة يقدرون عسوف الصباح فيه السبل عشرين الدرامو في الليلة كل لسمحو لي على القلمة سوف نقولها باشة اوصل للمعنى كل لهم سيفضم بتطع بي الحبل ومجلوقة س Paige الليل ساسفة تم تانجه في ذلك السدادر. غادي يمشي يعطي عشين درام يكري. الغد مع السبع غادي خرج. غادي يجي واحد اخر وهكذا. وكن واحد بحمولته الصحية. غادي يمشي نعاس في ذكس الداري. يعني كين عوامل وكين مسببات اللي يتخلي ممكن تخلي انه في حالة ما اذا بتولينا بداء السل في مدينة الضربية انه ينتشر بشكل فاضع. فاقبل ما ينتشر وقبل ما انتبتلوا بي. وقبل ما يكون كاسح وقبل ما نبكي وعلى على على مرضانا ولا قتلنا لا قدر الله. فاخذ معافاكم. ووجنا لكم الرسالة لمن خلال اشتيوي فؤاد لمن خلال مرزق فتاح لمن خلال حسن السمادي. خدموا الله يخليكم. را توفير بيئة نقية صحيحة. را يدخلوا في صلب اهتمامات الدستور. را من اللي تنتكلم على اه توفير بيئة سليمة وانه من الحقوق الواجبة اللي يخصويت متع بها المواطن هو توفير بيئة سليمة. را هذا النص الدستوري. والدستور واعلى قانون كين في البلاد. فنتمنى للمطارح للنفايات العشوائية. لا الكلاب الضالة. لا الاسواق العشوائية. لا التجمعات السكنية اللي ما في ها التشيم عيار دي السلامة والعيش الكريم. بحال مليتن تتكلم على سيد الخادير. مليتن تتكلم على الهرويين. مليتن تتكلم على حيلة اللامريم. بعض اجزاء حيلة اللامريم. مليتن تتكلم على بحال هذه الامور. را تنتكلم على لا تحمل المسؤولية من طرف السلطات المنتخبة خاصة ومن يتكلم على العشوائية في الأسواق واحتلال الملك العمومي والمتلاشيات راتنا تكلم عن السلطة المنتخبة والسلطة العمومية كذلك إذن الأمور مشاركة ومحاربة الهاشاشة والفقر في المغرب لا بد أن المجهودات تضافر وكل واحد يبدلوا من موقعه من أجل محاربة الفقر من أجل محاربة الهاشاشة وتعطى لكل واحد كرامته في العيش في السكن في التنقل إلى آخره باش ما تكونش الدار البيضاء أرض خصبة لتفشي داء معين أو وباء معين راه بزاف المناطق اللي مشينا لها وكيم ما أذكر ذلك السيشتيوي والحسن الصمادي راه بزاف المناطق اللي مشينا لها لمشجعة جدا على انتشار الوباء راه فقط نقدر نقول لكم هذا القديار الله سبحانه وتعالى حافظنا راه مشيت أنا لشي ما ناطق شرف الله قدركم الخنز فيها الزبل شرف الله قدركم فيها الدواب فيها الكلاب والضالة والمشحش والطبعة تدكش فيها البرارك فيها القزير فيها المتلاشيات لمليوحين مجموعين هذا الدوروف زناقي كينين هالبنوات ها هادي هادي كينين أراه كين بعض المناطق في مدينة الضربدة أراه البيئة فيه الوسط لا يشجع إلا على تفشي الأوباء فتدارك الموقف تدارك الموقف قبل ما تضربنا شي موصيبة هاكا بداري جانجولا تدارك الموقف قبل ما تضربنا شي موصيبة نحن أعطينا ميثال بداء السل على أساس أننا نضق ونقص الخطر ونبعدوا الرسالة ونديروا الحملة السباقية قبل ما توقع سلفاز في الراس قاع المطارح اللي خصد تهيكل اللي خصد تقاد مطرح مديونة اللي تتكلموا علي وتكلموا عليش هامرة دو كل الناس اللي حدى المطرح ديال مديونة اللي متتسمى بسبلت ميريكان بين قوسين ما دان بهاد الناس هادو اللي جاءوا قدام داك المطرح العملاق دو كل الناس اللي في بوسكورة ناس شارين ناس ناس فيلات ناس شارين ناس بنو فيلات بالملين ناس مشا بغي يقلب على ترونكيليتي بغي يقلب على جونقي بغي 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 يعيش وولدته في بيع السل لما التي ينصوا عليها الدستور والرأي العام والفاعل الحقوقين طالبوا أكتر من مرة بأنه تحول ديك المطرح ديال مديونة تحيد من تم مايا ولحدود سعر ما كينتاشي حشار الناس يعانون الناس يعانون ما ذنبوا ما ذنبوا أنه يمرض ما ذنبوا ما ذنبوا أنه يمرض ما ذنبوا لا يعقل أنه يكون مطرح ولا كانت المطارح خاصة تكون مطارح مهيكلة مراقبة البق ميزق كما تنقوله على أي مدينة الضربة في كثير من مناطقها بما فيها ديك المطرح مديونة رهبيئة مساعدة جدا لتفشي الأوبئة فاحذروا وقال لكم سيشي وفؤاد عضو المجلس الوطني النقبلة وطنية للصحة وقال لكم سمرزق فتاح طبيب خاص فعل جماعة وقال لكم سيحسن السماء الضفاعي السياسي البارح تنتمنى الرسالة توصل يلا بعد الفاصل تواصل معكم مستمعين الكرام على أرقمنا الهاتفية نذكر بها بسرعة 052-30-10 نعود ونواصل معكم برلمان الشعب مباشرة على الشادة ونرحب بكل من تتابعنا واللي عادي التحق بنا تنقول لي مرحبا بك في برلمان الشعب مباشرة على الشادة قبل أن نتواصل معكم مستمعين الكرام في انتظار أننا نتواصل معكم على 052-30-10 أو 052-30-30 و30 رسالة آخرة رحموا الناس زي البوسكورة بوسكورة والمدينة الخضراء ومارشنوطة يعودك الشيزوين والناس مشات تتقلب على الاستقرار وتتقلب على بيئة سليمة تتقلب على بيئة سليمة للعيش تتقلب على بيئة سليمة كما نص الدستور التي تربيت ولداتها وتكون فتحها سليمة فرحموهم بالمطرح هذه المديونة رحموهم رحموا العشية لا تطاق الحياة لا تطاق رأى الناس تعانيوا في بوسكورة وعندي شكايات بخصوص هذا الأمر رأى الناس تتعاني مع مطرح مديونة تتعاني خاصة إلا كانت شي عملية عشوائية ديال الحرق الناس رأى تتعاني الناس مشات بغا تستقر في بيئة سليمة وقلبات عليه وخسرت فلوس حيحة باش تستقر في بيئة سليمة تتبعها المشاكل فتنظن بأن هاد الناس خسنا الرحموهم خسنا الرحموهم هم كل شي خصوهم يترحمو وكل شي خصو يعيش بيئة نقية كما نصد السور ولكن هاد الناس من اللي هم مشاو وتكلفو ماديا لأن باش تمشي تشري تمامو تسكن تمامو تشري أرض وتبني فيلا ولعب بارتوم ولا شي حاجة رأى وانتا عرف بزاف ديالناس خرجو من مدينة الضربضة من وسط مدينة الضربضة علاق بالبيئة سليمة علاق باللابوليسيون وهذا باش هرب من اللبوليسيون ربما هاد الشيادة والأزبال وتراكمها وهاد الأمور والكيلة بالضالة وهاد الشيادة فباع داره وزاد وتكلف وتسلف فالأخر يتبعو الرائحة ما بغيرش مهم تبعو الرائحة الكريهة من المطرح ديال المديونة تلعندو في بوسكورة ما يمكنش لا يعقل إذا لقوش يحل بسرعة قوش يحل بسرعة لكني الناس ساكرين في بوسكورة باقي تابعو لقوش يحل بسرعة ما يفعله يعود يبيع لي في بوسكورة فين سوف يمشي فين فما يمكنش الإنسان يبقى يتنقل ما بين منطقة ومنطقة هربا من هذه القضية اللي هي الدولة خاصة تحمل فيها مسؤوليتها ما يمكنش ما يمكنش مثلا أنا بقى نتنقل من الحي الحساني نمشي العين السبع علاقة بالمثال الكلاب الضالة والأزبال وهذا وهذا نمشي العين السبع نستقر واحد المدة يخرج شيء مشكل دي الواد الحار ولا دي شيء حاجة ولا السكن العشوائي ولا دي الاحتلال ملك العمومي ونشكي 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 ما ياخد لي حقي ونقلب على الثاني نرحل ونبيع في عين سبع باش نمشي نسكون هنا في القدس في البرنوس نسكون في القدس في البرنوس يترى شيء مشكل نضرب واحد المدة مشكل يبدأ يقني في حياتي ونبيعه ومشي البوسكورة نسكون البوسكورة مطرح مديونة دير ليه مشكل في حياتي نبيع نمشي ننقلب نشري في واتزم وهكذا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش نقضي حياتي بهذه الطريقة في ظل انه واحد ما بغش يتحمل مسئوليته كمسئول لا يصوب سي زكريا من بن وكيل لفقيه بن صالح السلام عليكم سي زكريا السلام عليكم وعليكم والسلام ورحمة الله الله يبرك فيك الله يبرك فيك مرحبا اخوية زكريا مرحبك اخوية حسين سوف نشرق بعد جوزة عدنا الطريق اللي كان قلك الرئيس اللي كان سوف يدوز انساء الله بحول الله ايا سوف يدوز طرقان بابا اللي بدأ فيهم نعم بدأوا فيهم بابا جوزة طرقان مساء وحدة اللي بدأ ايا 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 بدا في الزات مزيان هذي كنا تكلمنا عليها وكان اعطانا وبعد هنا في برلمان شعبي النورة سوفر المارشي المسالك طرقية رأى قال لك مزيان ده بابدا ونيت بابدا ونيت ايا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وعن بسرك تانية اخوية حسين ايا الحمد لله وشكرا لك تجد كلا مشاهدة القيدة بينا زينا قيد احسن اقول لك يعني واحد القيد يدخل لحق الحق كيدور اليوم الحج بالطنابيل دي له مزيان والله العادي ما السيد حسين كيدور في الطنابيل ما تيزقاس خدام ما كيداكش لحق طيبو داكش ممنوع كليين داكش اشغل نقول لك كل كانوا غير كيل الخير الحمد لله مش ما كيل خير ولكن كل كانوا غير واحد كل منطقة فيها بايدوز ثلاثة بعد و اربعين كولوميات ما ثلاثة كولوميات هذا هو المفهوم الجديد للسلطة لكل شي تسعلي المفهوم الجديد للسلطة هو ذلك رجل السلطة اللي غد يكون قريب من المواطن يعني اللي تنسميه رجل السلطة دبخوكسي ميت يعني يكون قريب من المواطن يعيش يعيش مشاكله يعيش يعيش حياته اليومية يعيش في البيرو وتأمر وتنهى وتوقع وانتهى الكلام ولا علاقة لها بالمواطن وبالقرب منه هذا هو المفهوم الجديد دي السلطة الله يفضل يا سيحسين أنا يا سيحسين ما تريح في الكرسي دي لو نعم في خرد العجل المواطنين مزيان تستقبل والله لك استقبل المواطنين في الباب السلام اشنو عندك يا هادي هادي ما كيف يزكر رحف مزيان ونحن مزيان ونحن نتوسم خير ان شاء الله في رجال السلطة الجدد اللي تم تعينهم وفاد الحركة الانتقالية اللي كينا دي الرجال السلطة نتمنى نتمنى انه نتوسم خير ان شاء الله ومن شاو سانيو عند دور اخوة حسين نعم دبست دور دورك الملاكي والسحاب الوقع الميدانية نعم والسحاب لابلون من شاو دور ديالهم رقائمي بالوازيب ديالهم والبوليس والله العدم لا انا اللي زوندارم العسرة ديال الليل كاناني واحد اللي مواجهة في كتباع السلطة وجاي وشيبهم وواقفين فروا ببعد نفسها بني وكيل مزيان 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 حسكا حتى ديك حتى ديك الروم بوانديا البني وكيل تاية تلشهي انه واحد يوقف فيها بالليل حتى زوينهم قدوم نورهم ضوية اوه ضوية الله الله شكرا نعم رحنا على غير على الواطن احنا بغينا كل شيء من طنزل لجويرة ومن وزل لسويرة كنا نكونوا بحال كما المشكل ديال القيد ديال مثلا عامل ديال والي كما كان نعم صحيح شكرا 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 زكريا نعم السي زكريا الشي عارفين والسي زكريا شكرا جزيلا لك زكريا من ابني وكيل باش نخليهم متسع الوقت الطهر من بوشدور اما ما قلتوا على ابني وكيل احنا مشينا ابني وكيل ودرنا زيارة باقليم الفقاء ابن صالح وشفنا مستوى الاشتغال الذي يشرف كثيرا ليس يشرف فقط رائي جماعة ابني وكيل رائي المجلس الجماعي ديال ابني وكيل كامل رجال السلطة اللي كان في ابني وكيل العامل ديال فقاء بن صالح الحالي والسابق سنور الدين وعبو اه الان هو في برشيد اه بعد الله يعود له الفضل الكبير فيما وصلت اليه اه جماعة ابني وكيل وهد شير سجله التاريخ ووثقه التاريخ مشي كلامي انا يا الطهر من بوشدور سيطهر سيطهر من بوشدور حتى عادي تواصل معنا مرة اخرى اقلي من الجنوبية للاشارة غادي تكون ان شاء الله نديرو حلقات خاصة باقلي من الجنوبية نديرو ناخدو زاوية من الزواية لمعالجتها وغادي نقول لكم واحد القادية نقول لكم من دماء وقيلة 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 ماشي السور وقيلة المنطقة الوحيدة ولا الجهة الوحيدة اللي ما عندهاش مشكل في التعليم تقريبا يا العيون جهة العيون ربما انا عندي واحد الى كان شك ايكون ايكون بنسبة سفر وانتأكدوا منه من بعد ان شاء الله معا مسؤولين اللي غادي يتكلموا معنا في هذا الموضوع ما عندهم بناية مفككة حجورات مفككة اللي تتسمى بالحجورات المفككة ما عندهم مش مشكلة مطاعم ما عندهم مش مشكلة ترونسبور ما عندهم مشكلة يعني جميل من اللي تتلقى واحد المنطقة واحد الجهة نقطة ضوء نفتخر وتنقول الحمد لله راه كل الشغال انما هو راهين بالاشخاص للأسف شديد في بعض المناطق تبقى راهين بالاشخاص لي لم ننقون عدره أكثر ناخد محمد من مدينة الصورة سي محمد سي محمد السلام عليكم وعليكم والسلام ورحمة الله أخو يحو سين محمد و найق parrot اللي أخ يا أخو يحو سين كدير مو قدور كل الشي بخر مجي 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 قيادة تفتش تفتش عملت صورة صورة رمشيت لتفتش كانت فيها ولحت عمى التليفون ومشد ليش كنا بغيناك تركناك ساوراك دوتي من مجي ودوتي من الحنشار لأنا غاوز بصويرا آه غادي نغادي نرجعوا للصويرا وغادي نشوفوا الجماعات اللي مدزناش لها والله يحضك خويا الحسين الاربع وخمسين جماعات قريبا اللي كنا في إقليم الصويرا بزاف واخد تفضل أخوي محمد خويا الحسين عدنا مشاكل دي الماء الرئيس الجماعات مجي من 2012 داروا السقياد كانت شاركة عمى جماعات قشولة من 2012 جاور خوح شو دي الماء مجوش يتدرقوا عينا واحد نصدقوا لهم ميتوا لاشنو واحد عقايبة انتهى الماء تالي موقع سقاشي برميل واش حاجة مسكيناش عمرنا مشرفنا منها دابا دابا واش الجماعات كلها ما فيها شلم ولا الدوار اللي انت في اللي احنا كين الشواكر وافرش نعم دوار شواكر وافرش دوار دوار شواكر وافرش وفرش وفرش افرش 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 كان찬 erkater افرش كان هذا دوار كامل اية شواكر وϊه الدوار كامل نعم اجود دوار كين دوار شواكر ودوار افرش ايو ولكن هاذ الدوار راي فيه مقبيلses دوار بزدف غير مسمى في هدا القياة ثم فهمت هادو بجوجي ما عندهم الشلف هذا الجوج ما عنده مش الماء من عام 2012. كنت شاركة مع المجامعات قشطولة بقين كيشربو الماء من عام 2012 لمقليل غير ساعتين ساعة كذا. الى فى الهد العام في رمضان عدى كلمة كافية عدارو العداد. عدارو الماء اللي تكون الى 20 عمرنا مشربنا الماء. ومن تجيبه الماء التي تتشربوها محمد. ممن تجيبو الماء التي تتشربوها؟ الشتيرنا مش هال السيتيرنا الشتيرناrí الجامعة لو نتواجه له تقتل الحدول arily توقفه من مية درهم مية درهم قولي لاش ي هي informing 7 نسبعة تونية يعني 7 تون لل vêmus مية درهم قاك فياكم الشيخ عليك تورد من 1964 وربعش وعرفة اليوم على داخل تمرد منها وتعوم وتغسل وصوتها موه وما أقول رائي لكم الجماعة من المجي؟ الرائي لجماعة من المجي الذي يحصل لك القدس 2012 لاستخدمه منه ما أقول رائيك على الماء لا أجيب الماء ولا أحصل لكم؟ ما تبقى وعيشون بالستيرنات؟ هذا يبدأ معك إن شاء الله يقول لنا بأن ينجيبوا ونفعلوا هذا العام ونفعلنا وقفة احتجاجية نهار 12 شهر 6 قل لي ما تدّي لك ستيرنات الماء؟ ما تدّي لك ثلاثة أو أربع أيام؟ ستيرنات الماء لديك سيمانة ونطول لديك شئ لديك البهيمات وعرض سيمانة؟ سيمانة؟ سيمانة وستعاشر يوم وعشر أيام يعني إذا أردتك سيمانات لديك ربعة لفريال الماء؟ ربعة لفريال الماء؟ ما يريدون فيه؟ كين؟ كين؟ إذا إذا؟ إذا إذا جمعنا لكم دبها الضوار ديال الشواكر ودوار أفرش إذا جمعنا لكم جماعة مجي بتفتش دائرة تفتش سويرة إذا جمعنا لكم مابين الماء وضو في الشهر ستكون تدخل سمايو قارب خمسة آلاث ستلاف ريال في الشهر يبقى والمدخول دي الناس في الصويرة تنعرفوا يا أخي تنعرفوا الصويرة من المناطق الفقيرة في المغرب من الأقالم الفقيرة والتي تتعاني لها شاشة بشكل مهون شكرا لك محمد من مدينة الصويرة عفوا من إقليم الصويرة جماعة مجي دائرة تفتاش دوار شوكر وافرش ما عندهم شلمة باقي يشيروا السيترنا وتخلصوا أمية درهم كل يتجوا السيترنات يعني مئتين درهم كل يوصل ثلاثة دية السيترنات في شهر يعني تلتمية درهم اللي عنده البهيم وعنده هذا يعني تلتمية درهم اللي زدنا واحد خمسين ولا سبعين درهم ديال الضوغة دياليو في واحد سبعة الاف ثم أخسوا يخلصها في شهر ثمانالاف لاجهت عن شي واحد في المدينة وخدم وموظفتي بدي بكي فكيفاش بواحد في القرية ثم أصبح غير مقبول بتاتا أن هذا الوضع هذا يعيشوه المغاربة ولو في القرية المغربية لأن تلتمية العالم القاروي وتأهيل العالم القاروي استراتيجية ووطنية اللي تحطات قبل سنوات قبل تقريبا عشر سنوات فميمكش نجيه بعد مرور ما يقارب العشر سنوات وباقي انتنا نضروع لأبسط أمور يلمى أو الدو أو مسلك طروقي ثم رصدت اعتمادات مالية جبارة كبيرة ضخمة ما يقارب خمسين مليار ديل الدرهم لتأهيل العالم القاروي صندوق خاص بتأهيل العالم القاروي رصدت له ما يقارب خمسين أش من ألف؟ خمسين مليار ديل الدرهم فتأهيل العالم القاروي يعني مخصوش يبقى حبر على ورق فعلا كين مجهودات مشينا احنا مشينا القرية مشينا المناطق الجبلية الوعرة وكين مجهودات جبارة وكين مجهودات دي المبادرة الوطنية التلمية البشرية اللي تنقولها ديما جبارة وكبيرة وواضحة للعيان رتتمشي تطلع الأقصى جبل طونوبيل رباعية الدفع تنخليوها لتحت ما قداش تطلعو تنطلعو على رجلينا وتلقو مركز صحي دير المبادرة الوطنية وتنمشي وتلقو حجرات دراسية بالمبادرة الوطنية وتنمشي وتلقو تعاونيات بالمبادرة الوطنية وبالزاف دي الأمور كين عمل جبار دي المبادرة الوطنية كين عمل جبار في تأهيل العالم القاروي ولكنه غير كافي بالنسبة مهمة ليصوب محمد من قلعة السرغنة محمد من القلعة قلعة السراغنة محمد يا محمد هذا سعيد أنه يتواصل معنا مرة أخرى من قلعة السراغنة ساكنة مجموعة الوحدة ساكنة مجموعة الوحدة بعثت لنا شيكاية مجموعة الوحدة كنا في طريق الرحمة بمدينة الدار البيضاء هاد الشيكاية يقولوا فيها الساكنة دي المجموعة الوحدة طريق الرحمة الدار البيضاء لا يوجد حاويات أزبل في الدارجة لا يوجد طواره لا يوجد مجموعة سكنية لا يوجد طواره لا يوجد طواره وعندنا صور يقولنا بصور وفيديوهات توتق ما يقولونه في الشيكاية من الفيديوهات التي ترى كانت تجمع بوبيل لا يوجد حاويات أزبل لا يوجد طواره تجمع الزبل في قارعات الطريق تجمع لأنها مجموعة الوحدة كل تتلعتم تجمع طواره لأن هذا الشيء لا يوجد بالبالع تجمع طواره ما يوجد طواره خرب طواره ودار حفرة تجمع طواره ودار حفرة تجمع طواره فالعود الناس يتخلصوا من الزبل المتراكي لا يوجد طواره أصلا لا يوجد حفرة لا يوجد حفرة ويوجد طواره لا يوجد طواره تجمع طواره تجمع طواره تجمع طواره لا يوجد حفرة لا يوجد حفرة تجمع طواره تجمع طواره تجمع طواره تتعلم ومع طواره ثم هي مطرح تتعلم ودارت مشكلة في مجموعة الوحدة طريق الرحمة بالدار البيضاء ولنا ما يثبت ذلك من فيديوهات وصور ناخد الحسن من عمالة شيشاوة سي الحسن سي الحسن الحسن يا الحسن شيشاوة هذا سعيد أنه يتواصل معنا مرة أخرى دوار الشقران جماعة تمضيت بيتونات الناس عادوا من خلال الشيكاية اللي بعثوا لي يعانون من العزلة التامة حسب قولهم في الشيكاية بسبب أش طريق اللي تدل المركز ديال جماعة تمضيت ما كناش مادم ما كناش طريق اللي غاديديك من دوار الشقران تل تمضيت يعني السكان ديال دوار شقران غادي يعيشوا العزلة ثم لا يوجد المسالك الطرقية ثم هذا المنطقة ضير عليها واد إلى صباح لا يوجد قنطرة إلى صباح وحمل الواد تسنلوا الواد بينما يطيح النفو دياله لا ينشف يعني نقدر بقاتل ايام ربع ايام خمس ايام ايام انا معزولة تسنلوا الواد ينشف في حين ان المشكل ممكن نتفاده ونضروا واحد القنطرة صغيرة صحيحة اللي يخليوا الناس يمروا منها هذا الشي ما كنش في دوار شقران جماعة تنبيت بيتاونات يوم يوجه شكايات إلى كل المسؤولين بما فيهم يقولون سيد العامل جالتاونات ولكن لحدود ساعة لا زالت دار لقمان على حالها بعد الفاصل نواصل نعود ونواصل معكم برلمانشع مباشرة على شهده 05-221-30-10 05-221-30-30 لتواصل معنا مرحبا بكم وسمعينا الكرام ميلودا من الشياظمة الجميلة يلة شياظمة ملودة 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 من الشياظمة الجميلة اللي لا عارف الشياظمة منطقة جميلة الشياظمة ملودة ملودة سأنسمعك أنا أتنسمع على المو الأسبوع السحائل أركبت معي على اللتين ملودة سأنتر نقطع من عليكم أن نأخذ ناجم ملودة على آلواocy ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله أخي حسين شباب أيها هو هذا اللي معك عندي واحد شكاية يا أخي مرحبا للا ميلودا معك ميلودا من سوق عام من؟ من سوق عام أنا واحد سويرة عندي واحد شكاية على الضوء على الضوء أيها مرحبا دوار خداجة دوار خداجة 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 نعم نحن غير دار وحدة وما عدناش ضبان ناس إننا كلهم عدمتوا وكلهم الجيران نحن عدمتوا وعطير الدار على الضوء عدمتوا ونحن نحن غير بوتوا واحد وما جابوش لينا يكما ساكنين بعيد بزافنتوا مع الضوء لا الدارة مبعيدة تبكنوا مت مبعيدة تبكنوا خمسة المتر وات مبعادي أنا عم ترى تستارة باني أنا عطيف العربية دكشت تستارة عن دوار خداجة وما عدم الضوء سوق عم آه ودبا من دبا الضوء دبا في 2007 عطي من 2007 وإحنا كنشو الجماعة كنشكو على الضوء يقولنا هاد العام جيبوا لكم هاد العام جيبوا لكم عطي عين من شكو عين من عايتو عين من شل جماعة عين من شل ريس ولكن والد وحن ما كي يجاوبنا وإحنا أخويا حق الله لتقارنا تقارنا بضوء مشكلة ديال وإحنا أخويا ديال وعرفت ديال في العربية وإحنا أخويا أخويا تقارنا في الباكة العام وإلا كنت تحفظ عيش العام ما هو السبب الذي يجعلكم من الذين لا يوجدون ما عرفتوه ما هو السبب قال لك ما يجعلوا لكم في 2007 من يجعلوا لهم ونحن لم نستافدنش آه لماذا؟ بخيتوا لشطر الثاني أو الثالث قال لك ونحن لم نستافدنش ونحن لم نستافدنش آه دا بعدنا وحط البطو ديالدو لكن بعيد من نفس سبعين متر قال لك ما يمكنش الليكم تجيبوه ولكن في ملف 2007 عاطين ناسران بنوعان من نورانا وكي اللي بانيا في 2015 جابوا الهم الدو ونحن اللا انتوما ديك الوقيت مليك الاستفادة في 2007 واجدخلتوا لشيشة ترخر؟ لا قال لك دا بفرسين وخمساش كانوا توسعوا شي بطو ديالدو قال لك رغيجوا لكم توم قطوة ديالدو ولكن ما جاءوا لاش والرئيسها كلها شوف احنا ما بيناش نبينا الرئيس لكي يكذب كيقول لك كل شهر كيقول لك هذا شهر صوت صوت لدازق اللي كي صوتوا علينا عندك النمرة لدي الرئيس عندك عندك لما عندك والنمرة الرئيس الله ما كيعطيها لنا ما كيحير فيك دبا وكانت عندك كنا عيطنا لي دبا واخا ان شاء الله غادين تكلموا على الشيكايتكم ولكن زيارة الى 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 الصورة منطقة الشياذمة سنشوفو دورخ داجا جماعة السوق عام شكرا جزيلا لك الاكن سيد الرئيس اسمع في رئيس جماعة السوق عام بشزمة باقلم الصورة الاكنت اسمائلية دوارخ دادجا هات سيد اميلو ده ما عرف ناش لان ما كينش مبرر لا قانوني لا دستو لا قانوني لا عرفي لا انساني يخليها تحرم من الضو وكل شي عنده الضو تماما ماكينش مبرير نقولوا لي السيد رايسرا ما عندكش مبرير إلا إلا عندكش مبرير خور ما عارف نبغيو نعرفه حقيقة يلا هذين نمشيو غذين نسمعو إن شاء الله جورنال سبوغ غذين يكون معا صوفيا إن شاء الله بعد قليل منورة مباشرة يعني منورة جورنال سبوغ غذين نكونوا معكم ونوصلوا معكم برلمان شعب ولا بقى معنا نجيب مرحمنا أنت واصلوا معك منورة جورنال سبوغ شكرا لصوفيا على هذه الأخبار الرياضية الله هذين نمشيو ونوصلوا معا نتمنى ويبقى معنا نجيب من الرحم لم يكن تقطع لي الخطس نجيب أهلو أهلو سي نجيب أهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يكبر بيك الحمد لله يقصحة يحمد الله الحمد لله ويا حفظ مرحبا نعم أنا من جماعة سي دي بوبكر عرفتين جماعة سي دي بوبكر اي الشحال هذا كان الشحال من المرة كالدورة الرحمة ياك الرحمة ايه ايش من منطقة ايش من دوار دوار ديالولاد حسين دوارولاد حسين ايه ايه اذا بواحد وحد ربعات الديور لكني قتلي كنارة ما قدمش الضو ايه ايه ولكن ما كان الحال هذا يكوحد من هار يطير الرئيس وصف رمضان ورمضان ليسه مه ما وما دار معنا والو ما كان والو ايه قالت انتو ما ما مساوطين شالي يو دبرا واحد الواد هنا يفرمون وده كثميته الرعدام ما كان نندز انطال انطير قالت انتو ما ما مساوطين واشنا دبرا لكننا مساوطين يكون لينوي شوف شوف ناجي نقول هالك ونقول لأي مغريبي ونقول لأي مسؤول منتخب الديمقراطية الانتخابية لتنسموها لتنسموها الديمقراطية الانتخابية ديمقراطية الانتخابية ليه للحق انني نصوط كما بغيت نصوط عليك ما نصوطش عليك اللح البراخاوية اللح الجوخاوي ماسوق التواحد هذي ديمقراطية الانتخابية ما يتحكم فيها التواحد وما يتحكم فيها التشوح والمسؤول اللي صوط علي ولا لا ما نصوطش عليه هو مطالب بقوة القانون انه يخدم لي ويخدم لي مصلحتي وانيا مخدم لي نوال وحاحبي راحنا المسخون وكن شربوا المسخون واختر لنا الخضرات واختر لنا الحمى معدنا شيء مجموى عند نوال وففظة زمكيناش EVA إذا انتم اذا انتم لا ناجي بربعة ديال الدور ما عندك دوه ياك ما عندنا شيء دوره واش انتم عائلة اذا اربعة ديور أي عائلة عائلة لا هل نابعات بالزاف على الانستلاصيون ديال الدولة 900 متر 900 متر ماشي بزاف وخا شوية مكلفة شوية والكرى ماشي بزاف وخا شكرا نبقى هنا خاصة هنا في الدكرة كينة الحدانة نعم جاعة مع جماعة خرين الحدانة نعم نعم غادي نتجوز كل مطر لواحد دار وحدة وخا واضح سي نجيب شكرا لك نجيب من الرحمنا جماعة سيدي بوبكر دوار ولاد حسين معدناش احنا مشكين احنا نبقى نتلقى الشكيات ونتكلموا عليه اللي في المحك هو انت المنتخب اللي في المحك هو انت المسؤول اما انا رات ندير خدمتي وانت هالكلام انا صاح في اعلامي انا تناخد الشكيات وتنتأكد من الشكيات من خلال زيارة ميدانية ولا هدى فتناخد الشكيات وتنوصلوها الى كانت صحيحة فهي صحيحة ما كانت صحيحة فكل يتحملوا مسؤوليتها تبقى الدور على الطرف الآخر والجهة الأخرى أنها التعامل مع الشيكيات المواطنين تبقى ولكن للأسف إلى ما عيطناش نحن قليل رأي الجماعة وللنائب دياله ولشي واحد من المجلس اللي تعيط لنا كينين تعيطوا ولكن قلعا دائما نحن نعيطوا نقلبوا إلى آخر هذا خدمتنا ماشي مشكل ولكن أنا أحب يكون هذا التفاعل سمعت الشيكية كمتي دير مصطفى العبيدي من جماعة ابن وكيل تسمع شيكيتي عيط ليا سمعت الشيكية عيط لنا عيط لنا أرى إلا دخلتي المواقع التواصل الشمائي ولا دخلتي الويب رأى رحنا أرى طاليين كما سنقولوا الويب بلاباش ديال شدهاي فهم بسيد ديال شدهاي فهم بلاشان ديال شدهاي فهم كل شي كين في شدهاي فهم أزم شاعة تلقى نوامر التليفون أتلقى كل شي تخلي شكياتك في الصفحة الدونة لا برنامج شعبتي غير أوفيسيال في الفيسبوك لا لباش ديال شدهاي فهم في الفيسبوك أتلقى تحد تواصل تفاعل تفاعل زوين ما تسدشع لك وتبقى تفاعل وهذا هو المفهوم الجديد للسلطة هذا ضمن المفهوم الجديد للسلطة التفاعل والانفتاح على المواطن مباشرة أو عبر وسائل الإعلام حتى عبر وسائل الإعلام هو انفتاح على المواطن هي المباشرة أفضل تمشي عنده أفضل يلا دوار ولاد حسين أربعات يالد ديور يقول نجيب بجماعة سيدي بوبكر بإقليم الرحامنا بلا ضو بعد ما يقارب 900 متر على الضو عز الدين من تونات سي عز الدين وعليكم السلام سي حسين تحياتي أخويا وسنشكر طاقة سيخنية وسنشكر سيادة أفو لا أفو عز الدين تفضل أخويا أنا من بوار شخران جامعة سيدي عمل السونات يا الله تكلمت علي هذا أخويا بيت نشفي عليها قبل الطريق اللي عادتنا فيها مشكلة ومعدنا شطرق نهائية ما عادكم شطرق اللي تدين لمركز ديال الجامعة ياك تنضيط نعم يعني لما رضينا شي واحد لأن شي حاجة كنت عدتنا تطرق طيب وعال ناس ذي القبيلة يعني يعني تعاونوا طيب وعال نصو وعال نكس جيش سامة أو الوضن كأعمار وكان قوش مددونيها إياه نبريكم 10 يوم 10 يوم وكان تسوق في السوق وما عندكم القنطرة لا القنطرة لا يوجد أخويا حسين لدينا جوجيا الويدان ومن وما عندكم مدراسة ولا حجرة دراسية لا يعني يعني قنطرة من كأعمار الويدان نحاصر وما عندكم حجرة دراسية ولا مدراسة في الدواء لا ما عندنا مدراسة ثانية فين تقرأ فين تقرأ الوليدات عزدي يمشي المركز طهرطق يمشي شي كري يتم والأغلبية الناس هجروا بطوار على أقضر المدراسة كل من نصر على أقضر المدراسة قريبا قل لي ما بعيد المركز على دور شقرا ما 5 كيلومتر تقريبا 5 كيلومتر 5 كيلومتر نعم يعني ما معدو دور وإنما تقريبا 5 كيلومتر 5 كيلومتر وعر على الوليدات صار صحب نعم يعني نحن 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 نقرأ وما يقرأ الوليدات وما يظهر وما عندكم تلمة تلمة ما كيش في الدوار الربط الفردي الربط الفردي بالماء احنا الدوار لينا ما تحتاج في الرغط الفردي يعني منك انه يحصيو يالله مؤخرا نقول هستطاو والله يعني ما حصيو بالصح ولا ما حصيو يعني ما عدنش الربط الفردي بالماء مم مم إذن 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 نحن ندير النوبة وما كان نحقش النوبة يعني كنت أزم واحد الأزمة يرتل للأسف إذن توم في دوار شقران جماعة تمضيت بإقليم تونات تمضيت بإقليم تونات ما عندكم طريق اللي تدل المركز بعيدة بخمسة كيلو متر تقريبا ما عندكم المسالك الطرقية ما عندكم القنطرة من اللي تحملوا الويدان ضيرين بكم جويدان من اللي تحملوا الويدان سوف تتبقوا في ديوركم لوليد العظيم إذا كان نحاصر وفي الله عندي بيديوات لكي تبدو هذا كان نحاصر وما عندكم الماء الصالح للشرب كربط فردي عندكم معوين وكل شي تسقي منها وبعلي هذا الضغط وما عندكم المدراسة وحجرة دراسية في نقرأ الوليدات فاتي هبطو تن المركز بشي قرأ لغا يقرأ اما يمشي الضوار من نعسة ولا يمشي للمركز اهرسو وعندنا الربط بالكهرباء تهو الجودة ونقطة يعني حصو اعادة لهيكالة يعني ما كافيش فانسي يبلغ يشعر غير عنباء ولا شي حاجة يعني تهو مواخا وواضح عزدين أنا رات وصلت بالشي كايا لكم وغادي نبقى مرة مرة تذكر شكرا لك عزدين من دور شكرا جماعات تمضيت اقليم تونات تمنى ورسالتنا توصل لرئيس جماعات تمضيت ولم لا لعامل اقليم تونات وخاصة اننا سمعنا خيرا على السيد العامل دي اقليم تونات سمعنا خير سمعنا بانه رجل خدام خدوم يتنقل يقتر من المواطن تنتمنى توصل له شكاية دي دور شقران بجماعة تمضيت وتوصل للرئيس قبل العامل احنا بغنا توصل الرئيس كمنتخب قبل العامل ومن الافضل كمنتخب حتى يوفي الوعد والعهد ثم انه الناس يعانيوا مع الطريق دور شقران ما عندوش طريق للي تتبط المركز دي جماعة تمضيت لبعيد وخمسة كيلومتر كين جوج للويدان ضايرين بدوار شقران ملي تعمر لواد وما كان ضراء في عزلة تأم وكان عندو معوين وحدة يسجي من الدوار كامل تتكون لها ضغط وتقلم والنوبة وتقدر توصل للنوبة على ثلاثة سوية أو أربعة سوية ومكين ش ديور ومزود بالشبكة بالربط الفرضي ومكين مدراسة أو حجرة دي راسية في نقرأ لوليدات دي دوار شقران فتي هبطو تلجم عتي مضيس بعيدة بخمسة كيلومتر وخمسة كيلومتر رمش طريق قدروني خمسة كيلومتر رمش ودعو والخلاو الفي لاي صعوب شرا ما بقاش مقبول نعيد ونكرر ونقولها را هاتش ما بقاش مقبول في ظل الدستور دي الالفين وحداش وهاتش ما بقاش مقبول في ظل الخطابات المالكية الاخيرة وهاتش ما بقاش مقبول في ظل الاعتمادات المالية الكبيرة التي ترصدت لتأهيل القرية المغربية لاي صعوب عزدين من عفوا احمد من تيزنيت سي احمد سلام عليكم واسي احمد مرحبا سي حسين احمد من تيزنيت مدينة الفضاء انا انا في دي الشي احمد العالمي احمد شي اضمئي ساكن فوية جرار قليم تيزنيت عملات اي جرار اه جماعات جماعات الرقادة جماعات الرقادة ولا اي جرار انا اه عندي جو الشيكاية الله يخليك سي حسين اه مرحبا الشيكاية اللولة ديالة النفايات ديالة ديالة هاد النفايات كاد جي يجيبوهم على 30 كروميط وجوبوين ينقبوهم لنا ويشعلو فيهم العافية الدخاخن وإحنا ضرينا ومراض لعلى كل شي الجماعات اسموها السكوان كيتشكو ثانيا من ما ديال الصبون في الشارع جاي المات الصبون قلت لي يفن باري والقراوي دوك اسموها الكراسة ديالة قوة كيتغسلو في الشارع ويجي لي يقل لك يفن بار ثانيا البجوات والجاج كيتغسلو ويجي لي يفن بار ومجيت القيد عيد جا تشاف ومشا وجا تشاف ومشا وجا هاد القيد دوك جا وقلت لي هالكين هالكين قال لي يسير الجماعة وامر الله وامرك نعم امر الله امر الله احنا ادرك رحنا جا يرفع الفوضى والسلطة هي السلطة هي ونزيدك بالزيادة واحدة اخرى كين الشارع فيه سبعان مترو من باب باب جاري ورجعت فيه ستة مترو تاتة وربعين فيه مشا سبعة وخمسين ثانيا بير تشيكية الوكرة الحضارية جا وخرجوا نهار ستة وعشرين اثناعش الفين وثمنتاش جا تلجنة وشافت كل شي وكان طلب نسخة من المحضر ما كانش لباعة تانية عشنا هو السبب ديرهم واضح 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 حسي احمد تنتمينه صوتك ووصل احمد من تيزني جماعة رقادة ولاد جرار جوجل حويش قالها الى كانت حقيقة غير مقبول نهضر عليها هكذا بشكل عام غير مقبول كما يقول احمد من تيزني جماعة رقادة ولاد جرار مطرح دين نفايات يحرقوا فيه الازبال را حرق الازبال را أصبح غير مقبول را له ضرر بالغ على البيئة واحدة السكان طامة كبرى را غير مقبول انتم ما تتعرفوا بان الحفاظ على البيئة اصبح امرا مدسترا يعني في الدستور مدسترا حتى انه تتكون فيه عقوبات جزائية قال فحرق النفايات ولن جمعوا النفايات ونحطوها في حد البلاسخة ويقرب من شي ناس واجن حرقوا را ما عنده تمعنا مطارح النفايات تتكون بعيدة مطارح النفايات تتكون مهيكلة مطارح النفايات تتكون مراقبة انتهى الكلام سألت له هضران ما يجي وحد يبدأ يتزايد باش انا اغداو بعض اغداي ولي وعندي امراض قاتلة وتقول لي الفلوس تنمي المداخد دي الجماعة ولا تنمي المداخد دي الدولة ولا عندما انتهى الكلة لا 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 نقاش هذا الامر الازبال والتعامل مع الازبال يجب أن يكون في اطار معايير معمول بها الطمر الى كان طمر يعني الدفين الى كان طمر يجب أن يكون بمعيار الى كان الحرق يكون بمعيار اي حاجة الروس يكلاج اي حاجة غادي تكون بمعيار سافي كفاء اننا نتعملوا مع المواطن باستهتار وهو الرقم الاخير في المعادلة لا المواطن ولما الرقم الاول في المعادلة دي التسير هذا على حرق النفايات كما قال احمد بير جماعة رقادة ولاد جرار بيتزني ثم انه احتلال ملك العمومي استغلال ملك العمومي دون موجي بحق ولدون موجي بقانون وثيقة رسمية ف Это ممنوع رقام صافي ما ننقوش يجي عندك مواطن انت رجل سلطة صافي هذا يستغل الملك العمومي في نشاط تجاري في نشاط كما بغي يكون يستغل الملك العمومي دون وثيقة دون ترخيص بدلك صافي انتهى الكلام محايد ليه سافي سألينها سافي ماكينش حاجة من وراها علاش لأن الملك العمومي ملكية مشتركة بكل بساطة إولا كان رجل السلطتي فهما معنى الملكية المشتركة يجب أن يحترمها ويحترمها المواطن كذلك التي تستغلى في ظروف مخلة بالحقوق نأخذ محمد آخر متاصل من الخميسات سي محمد نعم أخويا الحمد لله تفضل أخويا محمد عندي واحد شي ما كرب lindo السفاسيف لقليم الحمديسات مرحبا بين كنا هذا الطريق؟ السفاسيف زوج 가지고 الجماعات السفاسيف الجماعات السفاسيف ما تربط هذا الطريق بين dla ours المركز ودوار دوار المركز نعم يشهر مع الارض السوق لا طريق صفيف صفيف. 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 ودوار. اسمي الدوار. اه بوط بيبة. بوط بيبة. اه. نعم. من هالطرق? اخويا الطرق عندنا فيها ثمانية متر ولد فيها غير اه شي ثلاثة متر. بحال كوكو جابونا دارونا الحجر. ام. وانا اخويا حسين عبرت العملية ما كان قدرش ان تمشي عليها. نعم. حروني الحجر. ام ام. كيفاش دارو فيها الحجر? كيفاش الحجر? ادراني دارو لهم ترون سبور الا احنا ما عمان دناس ترون سبور. هالدوار بوط بيبة. اه بوط بيبة ما عندنا اشترون سبور. نعم. وكيفاش تلقى ديال الحجر? ماشي تتوفنا? ماشي. لا ماشي تتوفنا داك الحجر. الكحل ديال الواد. جابوه وحطوه لنا هنا يا و. ازع ما ادقوه شوية ولا اخلوه? طعرنا لا كيتمشيوا عليها اخويا الحسين والله العظيم الى البحيمة ما كيقدروش يتمشيوا عليه. اه ما عندك معنى هذه. اه. اه. هذه معنى هذه هذه اللي جا بغيكة حلوة ويعميها وراها. ام. والدراني ديالترون سبور فاش مشاول عيالة يسكيوا اليوم قالوا لي اه. احنا احنا عندنا الروايد كيغان ديروا الروايد اللي بدلوا الروايد. بزا فعلينا ما عندكو مش طريق. ام. مشكلة عوض صوب الطريق. باش يكون ترون سبور. ما. اه. نهار اتنين ان شاء الله عاد بغينا نمشي ونشوف شي ترون سبور لان انا ما كانت مشا كانت مشا غيش وانا عندي العملية درتها في الويرك. الله يشافيك ويعافيك اخونا. درتها في الويرك ونطع الرجل الاخرى عليها. ارحم والدك اخويا حسين خلينا مرادة عند ديك الى كان شي موحسين. ام. على اين. اه. واخر. نشوفه. خلينا مرادة المهدي ونشوفه رغم ان هذا ما تدخل في صلب برنامجنا. اه. الله يشافيك والله يعافيك. احنا دعاء واجب. علينا الله يشافيك ويعافيك وياخويا محمد. ومن هذا المنظر يدعيه الناس معه ومع كل مريض بالشفاء والعافية. شكرا لك. محمد من الخميسات جماعة صافيف دوار بطبيبة ومشكيل ديال الطريق. يلا. نختمه براشيدة هوب. ووضيح فتيحة. رشيدة هوب اللي تتسكن في شارع المسيرة الخضراء عين الروز بصخيرات. ووضح فتيحة اللي تتسكن بدوار الكربون بصخيرات. هالجوش كانوا العيالات هدو مات لهم الراجل وعندهم ولدات. وكانوا تدرك الروسة ديال النقانق والماكلة الجاهزة. جد الاستفادة ديال الباع المتجولين من واحد السوق النموذجي. تقول هالجوش عيالات هدو. هالجوش سيداتة. اه. انهم تم اقصائهم من الاستفادة من السوق النموذجي. يجي بصخيرات. غدا الرجع الموضوع. ان شاء الله في حلقات قدمة. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا مستمعين الكرام. القاكم غدا ان شاء الله. الى اللقاء.